قال محافظ المينيا أسام القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية اسم العروس بمركز دير مواس مؤكداً أن قافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم إجراء 368 حالة جراحية وتم تحويل 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاق بالإضافة إلى عمل ندوات تطقفية صحية ل111 متردداً وتم استخدام 9 عيادات متنقلة